ميليشيا أسد لم تغرد وحيدة في سرب محاولات استغلال كارثة الزلزال المدمر لصالحها قصد انضمت إليها أيضا فما يسمى الإدارة الذاتية وفي وقت سابق أرسلت قافلتي مساعدات تضمان محروقات الأولى إلى مناطق أسد والثانية نحو الشمال السوري لكن الجيش الوطني رفض دخولها بسبب الشروط التي وضعتها قصد والمفروض أن تكون قافلة إنسانية غير مشروطة لكن اللافتة في الأمر أنه بعد أن هللت قصد وطبلت للمساعدات التي أرسلتها ولم تهدأ صفحاتها عن نشر تحركات القافلتين أظهر أهال في مناطق شمال شرق سوريا الوجه الآخر للميليشيا وكيف أرسلت المساعدات على حسابهم تفاصيل الحادثة روتها مصادر محلية لموقع أوريينت وكيف قامت هيئة المحروقات التابعة لقصد بخفض كمية المازوت المخصصة للمركبات من 200 لتر إلى 150 دون إبلاغ الأهالي أو نشر بيان رسمي إضافة إلى أن قصد لم تزود محطات الوقود بمادة المازوت من الفئة التي تباع بالسعر الحر 1200 ليرة سورية ما يؤكد أن قصد أرسلت المساعدات من مخصصات الأهالي لا من ميزانيتها مناطق سيطرة ميليشيا قصد وفي السنوات الماضية شهدت الكثير من الاحتجاجات ضد سياسة الأخيرة وإدارتها لموارد المنطقة الغنية بالنفط وخاصة فيما يتعلق برفع أسعار المحروقات بشكل مستمر دون مراعاة أوضاع الأهالي المعيشية ميليشيات قصد وأسد تجتمعان على مصائب السوريين الأولى تدعي زوراً الإنسانية بمساعدات منهبة من أموال الأهالي والثانية تسرق المساعدات وتحاول استغلال معاناة الناس